شنو صار وراها الموجودة كانت عالية عليك؟ لا والله مو عالية ما عدري هي تقدر تقول يعني احنا حتين بموضوع هذا هواية اعمال شيطانية ما تدري فجأ يعني فجأ وانت قاعد تشتغل امورك وقفت بمصر شغلك وقف بمصر فلوس بعد ماكو وتصادرت اموالنا انت هسا انا استوعبت صح انت قلت لي انه سبب يعني انه محالفك الحظ هو اعمال شيطانية وسحرية اعمالي بصرح هذا الشي سمعتك تحتش به قبل بس ما دخلت بتفاصيله معقولة ايو والله معقولة هواية يعني هو مادري صار عندهم مثل شربة المي مع العلم اللي يفتهم واللي يحس انه الله يعني يخفر كل شي الا الاشراك به يعني الاشراك هو السحر يعني اقفل نقاد سوالك شنو منه سوالك سحر هواية يا معاود رح تشيلك شغلة في دول عينك تسعين بالمية تسعين بالمية من النجوم اللي ضاربين وما تعرف ليش ضاربين لا خلقة لا صوت كلهم عبدت شيطان يعني كلهم مسلمين نفسهم ليشيطان انا اخليك فناني عراقيين كل هواية هاي كلام خطير هذا والله العظيم بس هذا ممكن كنت جني انت ما عندك دليل عندي دليل بس ما اقدر احتي بي انت تعرف فناني عراقيين عبدت شيطان مو عبدت شيطان يعني مسلمين نفسهم للشيطان شون ما حيسلم نفسه شيطان يعني يقول له مثلا بعد ما يوصل مرحلة من المحترامي للمشاهد يعني النقاسة وهذه يقول له تعال اخليك توصل خليه نقول الترند وعالمي زين بس ما يحتاج لها الدرجة الموضوع يعني شوية ترويج واغنية حلوة اعتقد لا هذا كان قبل قبل ما تطلع اكو ناس ممطربين اكو ناس والله ممطربين زين انت شنو اللي تحسه صارويا يعني انت من اللي سوى لك يعني هواي ناس يعني هي التمت علي كش كم موضوع يعني حتيا بيهواي هذا الموضوع حسنا ناس يقول لك هذا ما عنده شوى عمل بس يعجبه الموضوع بس انا الجديدة سمعته انك زرت رجال يعني بش نسع الشيوخ مثلا شيخ قلي واشيخ قلي قلي بابا انا اخاف عالجك وخاف تموت يعني قلي لعليك كل شي قلت لزين انا قعد اقرأ قرآن يعني قليك مواضب عالت تحصين والله يسترها ان شاء الله موكشي واحد من قدهم قال لي ما اقدر اسويلك شي لان كل ما يسويلي شي خطي يصير به هو شي حميد هاي جرأة منك انك اليوم نجم وهي وتقول قدام جمهورك انك مصاب بهيش شي وما زل تتعاني منه معاناة شبيرة اتمنى من الله يعني انه اقول لك انا شانت اقول الو بالتلفزيون الو تضرب ترنت شنو يعني شن المعاناة تصير من هذا الموضوع يعني انت سامع اغنية تضرب قبل ما تنزل بالتلفزيون وانا كويش انا شانت اغنية قبل ما تطلع بالتلفزيون والله العظيم ما صير ترنت بس خلينا نكون صرح وياك لش ما نقول سوء اختيارات والله ما سوء اختيارات لاناني وانت نعرف شنو يعني قولي واحدة من اغانيك الاخيرة كانت تستحق انها توصل بسمعني الخاطر دموع من اختارها خالتي من وقت تتغير بسمعني شلون دنيا تراهنت ايام الافراق الحظ العصة ضلبالي بلامطرود تحياتي انا ناصف لروحي مولو مومو حرقلبي حرقلبي هاي هسه دح تشلك قصة هاي رح تخرب ضحك ابراهيم بندقارة من الناس ما راني سجله قال ما عجبتني الاغنية ما عجبت قلت له ابراهيم طلعاني جايبك قلت لك رين سوي اغنية غنيك ياه وبعدين غنيتها وقدامه واجي غناه وما مقتنع بعدين حتى جاب اهله حتى يتفرجون على الاغنية بالشركة تخبل على الاغنية الاغنية صارت ترند ورغم هذا ترند وما وصلت ارقام اللي هما كو ناس ما يستحقون هالأرقام شنو واحد 200 مليون 300 مليون وهم كونوا يجيون عليهم الاعتماد ما وصلين هالأرقام شنو حر قلبي يعني بقت بس بالحمام ما طلعت لي وصل 14 مليون وانا كو هيتش موسيقى موسيقى